كيم سريع كده للجزء الأول القصير صحيح يعني ما حقناش نبتدي ولقينا المسابقة بتوقف لكن الحقيقة الأهلي يعني ظهر بشكل مميز جدا تحت قائدات كولر أعتقد أنه مع توقف المسابقات المختلفة في حالة عامة يعني شعور بالرضا شعور بالإطمئنان شعور بالثقة يمكن تكون جاد بدري شواء دايما بنستنى المدرب لغاية لما يعني ياخد شوط طويل وبتدي نحكم عليه لكن أنا بتقالي النهاردة أغلب الناس سواء الناس الخبراء أو المحللين زي حضرتك أو حتى الجمهور العادي النهاردة حاسس بالثقة وحاسس بالرضا عن مارسال كولر شفت الجزء الأول من الموسم إزاي كلامك مظبوط يعني بداية ولا أروع لأي جهاز فني يتمنها جاي بعد مرحلة بالنسبة لنا كانت صعبة شوية السنة اللي فاتت لو هنتكلم على مستوى النتائج وعلى مستوى كمان المديرين الفنيين يعني المرحلة الأخيرة بتاع مستوى مستوى كان فيها كتير من اللغة شوية على الأداء والتشكيل وحاجات كتيرة فنية سوارش طبعا ومش عايز أظلمه لأنه خد برضو فترة قليلة كانت اللعبة طبعا مجهدة وكان القرار طبعا بتاع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي جيه في وقته اللي هو أنهم يريحوا عشان اللي جاي لأن الفترة اللي احنا كنا فيها خلاص كان كل ناس حاسة أنه مفيش يعني أمل في البطولة فنطلع كسبانين أهم من البطولة وهو اللعيبة اللي احنا عايزين نشوفها عشان فترة الانتقالات اللي جاية لأنه كان فيه كمان كلام كتير على اللعيبة أنتوا عملين تدفعوا عن اللعيبة وتقولوا أصل إجهاد هو من أول الموسم ما خلص يا كابتن حشيش وابتدت نغمة التكسير في فكرة فشل الإدارة في إبرام تعقدات صحيح في فوق موسم من انتخالات الصيفية الجيل ده من اللعبين انتهت صلاحيته وعلى النادي الأهلي أنه يعيد بناء الفريق من أول وجديد حتى بعد التعاقد مع كولر تعاف حدك كان فيه أسماء كتيرة جدا متدولة ومتأكد أن الأهلي فوضى أسماء كتير جدا لغاية لما استقرع على مرسيل كولر بدأ التشكيك في فكرة التعاقد مع مدير فني سويسري تاني رغم أنه تجربة فيلر كانت نكحة جدا ومدير فني أضى فترة طويلة جدا بعيدا عن التدريب بسبب الإصابة اللي كانت عنده وبالتالي اتهجمت إدارة الأهلي على ده وتهجم كولر نفسه وتم التشكيك في قدرته على قيادة الأهلي قبل بداية الموسم بص هو التشكيك ده احنا متعودين عليه وخلاص زينة منه وعارفينه خلاص يعني الناس بتشاكك على أي قرار يتاخد على أي أداء يبقى موجود على أي جهاز يبقى موجود الند لاهي اللي طول عمره لا يبالي بالكلام ده وزي ما بقولك لو أكمل كلامي أن طبعا قرار بتاع الند الأهلي بتاع مجلس الإدارة اللي هو العيبة تريح وطبعا بعد الاستخدام مدير فني يعني قرار بده وخلي بالك مهم جدا سوارش صحيح فترة دايقة وما الحيناش نحكم عليه بس كان قرار مناسب برضه لأنه خلاص العلاقة بينه وبينه الجمهور من البداية كانت خلاص ما انت عارف الجمهور بيبقى مرتبط مع الجهاز الفني بالنتائج فكان لازم المرحلة دي بقى تبدأ مع مدرب عنده خبرات كبيرة يناسب الفترة اللي هي اللي جاية وكان هنا التعاقد مع ميستر كولر شفنا كمان ميستر كولر بداية من أول يوم وقراراته اللي هي قفل على العيبة عايزة شوف الناس كلها مباريات ودية منع أن هي تتزاع حتى على قناة النادي الأهلي نظبط قفل على القصة كلها منع أنها تتزاع على الهوى على الهوى طبعا طبعا عشان عايزة يفعلها على اللعيبة وعايز نشتغل طبعا أنا عايزة بعد كده لاحقا يعني عايزة أقولك الناس بتسأل عليها الغد يعني تدينه وكسبنا الزمالك في السوبر وعايزين يتفرجعوا على المتصد طبعا لغى كمان المعسكر الخارجي وعمل المعسكر اليوم الواحد اللي عشان يديه فترة قرب من اللعيبة أكتر يشوفهم من الصبح البللي يتعرف عليهم تعرف على الإمكاناتهم لأنه عنده كم كبير كم لسه جديد خالص وكم طالع من الناشئين وناس موجودة من فترة قبل كده ناس لعبة السنة الفاتية تشاهف طبعا الفيديوهات أكيد والمورات بس هو أعتقد أنه هو لايف حاجة تانية هو عايزة شوف بنفسه بالضبط وشوف كمان قدرة اللعيب بقى على أنها تنفذ المطلوب منها يعني فكره والفكر الجديد العيب كويس قوي بس كأنا مش عارف مش عارف أوصله أو هو مش قادر يطبق إلا أنا بقولوله تمام وبالتالي ما يبقاش فيه حصل الكتير قبل الجزئية دي باحترم طبعا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التعقدات في اختيار الاحتياجات النادي الأهلي وليس كم اللي مطلوب أو اللي موجود قدام النادي الأهلي شوفنا عدد عدد بسيط جدا من الصغيرين للأماكن اللي انت محتاجها واللي حيفيدوا والراجل قال حتى بعد كده قال أنا عندي الفط العيبة اللي موجودة كافية جدا جدا ومناسبة جدا جدا وسبوني أنا حتى الفترة الأولانية لغاية يناير أقدر بعد كده أشوف أنا أحدد بقى أنا عايز إيه من خلال مش بقى مبارات وديده من خلال تقريبا نص موسم أو مبارات كتيرة سواء أفريقية فاكر كواس جدا قلت قبل حتى ما الجماهير تبتدي تتبع الصفقات والأسماء أسماء كتيرين تتعرفين تلاتين اسم كانوا مطروحين أو ناس بتتدوى لهم يعني أنها صفقات محتملة للأهلي أنا قلت أنه أنا أتمنى أنه لو عندي بوجت عشرة العشرة أحطوهم في اللعيب أو اتنين يعني بدل موزع العشرة أنا محدد لموسم الانتقالات مثلا من جنيا مثلا يعني عشرين خمسين 100 مليون 100 مليون دون بدل محطوهم في عشرة العيبة أنا أحطوهم في العيبة أو اتنين يجوا يعملوا الفارق يصنعوا الفارق مع الفارق غير أبو حميد كمان الناس اللي كانت مصابة وإصابات قوية جدا زي أكرم طبعا ده رجع ما شاء الله حاجة تانية خالص متولي من البداية ومتولي نفس القصة ففي ناس كمان كانت الناس حاسة مش حطاها في الحزبان عشان غيابتها اللي بقى لها فترة أي فلقوهم مع الراجل رجعوا ورجعوا بشكل جديد وشكل قوي ومن البداية فدي برضو حاجة تحسب للراجل زي ما بقولك بداية ولا أروع سواء على المستوى الإفريقي وكان حظه أن يبقى بداية التعارف بينه وبين جمهور النادي الأهلي من خلال مباراة رسمية إفريقية ودور وبرى أرض ومع فرقة من البلاد اللي هي دائما معانا زي تونس وجزائر ومغرب فتونس كانت هي طبعا امتحاد المنستير عملنا موضوع